اهلا بكل اللي بيتابعوا تلفزيون اليوم السابع بتستعد مصر للحدث العالمي بوكب المميوات الملكية واللي هيشهد نقل 22 ممية ملكية من المتحف المصري في التحرير للمتحف القومي للحضرات هيبدأ مصار الموكب من المتحف المصري في التحرير وهيمر بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحي سيدة زينب ومصر الأديمة وصولا لمتحف الحضرات والموكب هيكون من عربات اتصنع بمخصوص لنقل مميوات الملوك الفرعنة في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضرات المصرية بالفستات من المتوقع ان شوارع العاصمة والمحافظات في اليوم ده تكون فضية تماما عن المرة وعن السيارات هيتابع المواطنين الحدث العظيم من خلال شاشات التلفزيون اللي بتعمل كل أجهزة الدولة على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد كمان أعلنت وزارة الدقلية انه في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المميوات الملكية فهيتم إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع العربيات والأفراد يوم السبت وده هيكون من الساعة 6 مساء للساعة 8 ونص مساء وهيكون على النحو التالي تعالوا نعرف مع بعض هيتم غلق جميع منافذ الدخول والخروج لميدان التحرير والمنافذ المؤدية ليه من كبري 6 أكتوبر وكبري 15 مايو وكمان هيتم غلق مطالع كبري 6 أكتوبر اللي جاية من شارع النيل وغلق كبري الجلاء في الاتجاه اللي جاية من الجيزة ده أول حاجة طيب تاني حاجة هيتم غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية لبداية كبري أصر النيل وحتى منطقة الاختفال هيتم غلق كبري الجامعة وكبري عباس اللي جاي من الجيزة وطريق مصر حلوان في اتجاه الميدان أو ميدان أثر النبي وكمان غلق منازل كبري المنيب وطريق الأوتستراد اللي هيؤدي لميدان أثر النبي هيتم كمان غلق محطة متروستادات من الساعة 12 الدهر وحتى الساعة التاسعة مساء خلينا بقى نروح مع بعض لتصريحات وزير السياحة نقول لكم قال إيه بالضبط طيب قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار إن موكب المميوات الملكية هيكون كله هيبة وحضارة وإن أكتر من 60 دولة في العالم وأكتر من 400 قناة حول العالم هتنقل الاحتفالية الكبيرة دي كأنهم ملوك حاليين تخليدا طبعا لتاريخهم وإنه هيتم إطلاق النيران للملوك الفرعرة قالت إن أبن ورع علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن الحدث هيبهر العالم وهيكون فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية باستخدام جميع وسائل الدعاية والتكنولوجيا الرقمية الحديثة في عملية التعريف بالمقاصد السياحية المختلفة والأماكن السياحية في جميع المحافظات ونبذى عن بعض المعلومات العامة عن الأثار في ضوء طبعا جهود الدولة المصرية خلينا أقول لحضراتكم إنه كمان شددت على إنه من أهم الأحداث العالمية الضخمة طبعا يعني وهيكون لي مردود إيجابي قوي على قطاع السياحة وقطاع الأثار وإظهار وجه مصر الحضاري والتاريخي وعراقة الحضارة المصرية المتفردة اللي بتبعت طبعا رسالة هامة للعالم لمصر أو عن مصر بإنها بلد أمن وأمان واستقرار واللي هيكون لها طبعا عائد كبير على السياحة المصرية وتعريف العالم بأثار مصر العظيمة طيب تعالوا نتعرف مع بعض على أهم أربع ملوك هيغدروا المتحف المصري بالتحرير زي ما قلت لحضاراتكم هو هيتم نقل 22 مملك ولكن أنا هعرفكم دلوقتي على أربعة منهم وأهمهم وهيروحوا المتحف القومي للحضارة طيب الملك ستي الأول هو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة 19 عصر الدولة الحديثة حكم مصر لمدة 21 سنة على الأقل وقاد حملات عسكرية لإعادة فرض السيطرة المصرية في الخارج قاد أيضا معركة ضد الحيثيين وتم تسجيل هذه الانتصارات العسكرية في معبد أمون بالكارناك تعالوا نروح مع بعض للملك رمسيس الثاني عثر على ممياء الملك رمسيس الثاني ابن الملك ستي الأول سنة 1881 غرب الأقصر ويعد الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة الحديثة ومن أعظم محاربة مصر واتولى الحكم بعد والده الملك ستي الأول وأصبح ملك ما بين 23 و25 سنة تقريبا وتمتع بحكم طويل وصل ل67 سنة وخليني أقولكم أنه ترك كم كبير من الأثار والنقوش طيب نروح مع بعض للملك ميرنبتار هو الإبن الثلاثاشر للملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة للأسرة 19 ونتيجة لطول عهد والده فقد اعتلى العرش في سن كبير وحكم لبدة 11 سنة بس شارك فيه عذب من الحملات العسكرية وبيرجع لعهده واحدة من أهم القطع الأثرية وهي لوحة النقصر طيب تعالوا نروح للملك الرابع معنا وهو الملك ستي الثاني ابن الملك ميرنبتاح وبيعتبر الملك الخامس من الأسرة 19 من الدولة الحديثة وحكم لمدة 6 سنوات تقريبا خليني أقولكم أنه تم العثور على ممياء الملك ستي الثاني سنة 1898 في مقبرة ومن خطب الثاني كي بي 35 بوادي الملوك بالأقصر كمان خلينا نتعرف مع بعض على أهم قاعات المتحف الجديد هؤلوكم شوية معلومات كده عن المتحف الجديد الحقيقة هي معلومات جميلة ومهمة جدا وكمان عن أسعار التذكر ولكن خليني أمشي معاكم واحدة بواحدة موجود عدد كبير من القاعات داخل المتحف القومي للحضارة المصرية منها قاعة الحرف المصرية عبر العصور قاعة العرض المركزي لقلب المتحف قاعة عرض المميوات متحف العاصمة الهرم الزجاجي قاعة عرض فجر الخضارة قاعة عرض النيل قاعة عرض الكتابة والعلوم قاعة عرض الثقافة المادية قاعة عرض الدولة والمجتمع قاعة عرض الفكرة والعقائد نروح بقى مع بعض للجمهور وأسعار التذاكر وكل حاجة حابين تعرفوها عن المتحف الجديد بالنسبة للجمهور بنقول لكم أن سعر تذكرة الدخول للمتحف هتكون 60 جنيه للمصريين والطالب المصري هتكون 30 جنيه أما سعر التذكرة للزائر غير المصري هتكون 200 جنيه والطالب غير المصري هتكون 100 جنيه المتحف هيفتح بابه للجمهور من يوم الأربع اللي جايبنا أنا على تصريحات الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة حدث كبير وحدث مهم هتشهدوا مصر يوم السبت اللي جاي من الساعة 6 لساعة 8 الحقيقة يعني حدث مشرف وكلنا بانتظاره بشكل رهيب خليه أقول لكم أن دي كانت أهم النقاط عن الحدث العالمي موكب البيوات الملكية والمتحف القومي للحضارات وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم